جوانتانامو بي بين وعد يعاد إحياءه وصفحة يزعم طيها الإدارة الأمريكية أعلنت نيتها إغلاق معتقل جوانتانامو معيدة بذلك أحياء الوعد الذي تعهد به الرئيس الأسبق باراك أوباما المتحدثة باسم البيت الأبيض الجانساكي قالت إن هدف الإدارة الأمريكية ونيتها إغلاق المعتقل خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن أطلقنا عملية مع مجلس الأمن القومي للعمل مع مختلف الوكالات الفيدرالية وتقييم الوضع الحالي الذي ورثناه عن الإدارة السابقة سجن جوانتانامو بني عام 2002 في قاعدة أمريكية بجزيرة كوبا في إطار حرب الولايات المتحدة على الإرهاب هو في الأصل سجن لاستجواب المشتبه بكونهم أعضاء بالقاعدة وحركة الطالبان اليوم المعتقل يضم نحو أربعين سجينا ستة وعشرون منهم خطيرون للغاية من بينهم خالد شيخ محمد العقل المدبر المزعوم لهجمات الحادي عشر من سبتمبر ومعاذ حمزة أحمد العلاوي أحد حراس أسامة بن لادن ترجمة نانسي قنقر